المنافسة الكبرى الآن في الدوري الممتاز على البطاقة الأخيرة بطاقة الهبوط الأخيرة اسنل نهبط ومصر المقصة كان نهبط قبله وفاض البطاقة واحدة مين اللي هيفوز بيها؟ أو مش هيفوز بيها بالمعنى الأصحى يعني هيخسر بسببها ويهبط لدوري الدرجة الثانية بطاقة ما بين غزل المحلة والمقرار العرب والجونة الجونة موقفه أصعب بكثير تعالوا نشوف جدور الدوري ومن جدور الدوري هقول لكم ليه الجونة موقفه صعب جدا وإن كان غزل المحلة أيضا ومقاولين عندهم موقف صعب تعالوا نشوف الجدور الأول نادي الزمالك صاحب البطولة اللقب الثاني على التوالي ب77 نقطة بيرامدز في المركز الثاني ب71 نقطة وضمن هذا المركز بيرامدز بعيدا عن مباراة الجولة الأخيرة بعد خسارة الأهلي النهاردة من طلاع الجيش الأهلي في المركز الثالث ب67 نقطة وأيضا ضمن هذا المركز المركز الثالث أول ثلاثة ضمنوا مركزهم الزمالك وبرامدز والأهلي طلاع الجيش في المركز الرابع ب53 نقطة وبنفس الرصيد في يوتشر في المركز الخامس ب53 نقطة ودي فيها منافسة على المركز الرابع الشرفي عشان الرابع خلاص ساعد في يوتشر للكونفدراليا كده كده سموحة في المركز السادس ب46 نقطة وبعد كده ييجي البنك الأهلي في المركز السابع ب45 نقطة فاركو في المركز السامن ب41 نقطة والمصري في المركز التاسع ب38 نقطة بنفس الرصيد أمبي في المركز العشر الإسماعيلي في المركز الحداشر ب38 نقطة وسيرويا كلوباترا في المركز الاثناشر ب37 نقطة بنفس الرصيد الاتحاد السكنداري في المركز الثلاثتاشر في المركز الاربع عشر المكور العرب 35 نقطة وغزل المحلة ييجي في المركز الخمستاشر ب34 نقطة والجونة في المركز الستاشر ب33 نقطة ويستن كومباني في المركز السبعتاشر ب30 نقطة وأخيرا مصر المكاصة ب15 نقطة خلينا وقفين هنا لحظة بقى عشان نقول السيناريوهات السيناريوهات في منطقة الأهمية كده 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 الجونة زي ما حالكم شايفين لازم يكسب المباراة القادمة لازم يكسب المباراة القادمة ده واحد هو غزل محلة 34 أو 35 لو نتأكد أجابا عشان تقريبا غزل محلة 35 نتأكد ونشوف يمكننا اللي غلطة الجونة في المركز الستاشر ب33 نقطة ولازم يكسب المباراة القادمة غزل محلة ونقول العرب لو هما الاتنين كسبوا خلاص هما كده الاتنين بعيدة عن أي حاجة حتى لو الجونة كسب طيب لو المكون العرب خسر وغزل محلة خسر أو أحدهما خسر والجونة كسب فالجونة بيبعد عن منطقة الهبوط وبيخسر وبينزل الخسران يهما المكون العرب يهما غزل المحلة المكون العرب هيواجه فريق المصري وغزل المحلة هيواجه الاتحاد السكنداري في الجوة الأخيرة والجونة هيواجه بيراميد طيب فيه سيناريو تاني الجونة يكسب كده كده الجونة لازم يكسب بس من الوقت احنا انتفقنا الجونة يكسب 36 نقطة وغزل المحلة والمقاولين وزي ما قلت لحراتكم بس يا جماعة في الكنترول نتأكد ان غزل المحلة 35 نقطة عشان انا تقريبا نفاكر كده لما بسيط على الجلد لو الجونة كسب الجونة لازم يعانون 36 نقطة لو الجونة كسب وبقى عنده 36 نقطة وغزل المحلة والمقاولين يتعادلوا مع الاتحاد والمصري هيبقى كل واحد فيهم عنده 36 نقطة يعني كده الجونة وغزل المحلة والمقاولين هيبقى عندهم 36 نقطة ساعتها هنلجأ للمواجهات المباشرة للجونة وغزل المحلة فهي الصلاح غزل المحلة الجونة والمقاولين فهي الصلاح المقاولين يعني لو الجونة تساوى في عدد النقاط مع المقاولين او غزل المحلة الجونة برضو الله هيبقى سهل ايه لو الجونة تساوى في عدد النقاط مع المقاولين او غزل المحلة هيبقى طيب